موسيقى هذا ان شاء الله هو اول ويام شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعلى المسلمين جميعا بكل خير الحمد لله الذي بلغنا رمضان صدقت يا زوجتي فكم اشتقت لهذا الشهر الكريم وكثيرا ما دعوت الله ان يبلغنيه اسأل الله ان يوفقنا فيه لطاعته وان يجعلنا من عتقائه من النار ساذهب انا الى المسجد لاصلي العشاء والترويح ولماذا لا تأخذني معك يا زوجي ولماذا لا هيا معي ولنمر في طريقنا على علي لنأخذه معنا يا علي يا علي يا علي نعم يا ابي نعم يا ابي هيا معنا يا بني الى المسجد هممم unique ولماذا يا ابي ابي كي تصلي معنا العشاء والترويح ولماذا نصلي الترويح الليلة يا أبي لأن غدا هو أول أيام شهر رمضان يا ولدي عما هل صحيح أن غدا هو أول شهر رمضان نعم يا أنس وكيف عرفتم يا عما لأن هلال شهر رمضان قد ظهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومتى يبدأ الصيام يا أبي إنا أسئلتكم كثيرة وهكذا ستفوتنا الصلاة هيا إلى المسجد وسأجيب على كل أسئلتكم بعد الصلاة هيا بنا هيا بنا أستطيع أن أسأل الآن يا أبي؟ نعم يا علي تفضل بالسؤال العام الماضي كنت صغيرا فكنت أبدأ الصيام حين تقولون لي وأفطر معكم وقت ما تفطرون ولم أكن أعلم إلى متى يجب أن أصوم ومتى أفطر فهل لأن أعلم الآن يا أبي؟ ها؟ نعم الآن أنت قد كبرت ويجب أن تعرف متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي عمي عمي دعني أجيبه أنا تفضل يا أنس نحن نبدأ الصيام عند طلوع الفجر يا علي ونفطر عند غروب الشمس ما شاء الله أحسنت يا أنس ولكن هل تعرف لماذا نصوم عند طلوع الفجر ونفطر عند غروب الشمس؟ لا يا عم لا أعرف السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجو أن لا أكون قد تأخرت عليكم نعم تأخرتي ولم يرحمني الأولاد من كثرة الأسئلة منذ انتهينا من الصلاة الآن وقد عرفتم سبب صيامنا عند طلوع الفجر وإفطارنا عند غروب الشمس من منكم يعيد علي الآية التي وردت في ذلك؟ أنا أنا يا عمه أنا كل شيء أنا يا عمه أنا يا عمه لا أنا الذي سيجيب هذه المرة حسنا أسمعنا يا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل أحسنت وهل تعلم في أي سورة هي؟ أهً سورة البقرة يا أمي أحسنت ولكن أتعلمون أنه عندما نزلت هذه الآية نزلت دون قوله تعالى من الفجر أي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكان بعض الصحابة إذا أراد الصوم ربط أحدهم برجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعدها من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل أي قبل طلوع الفجر لينبه الناس بقرب الفجر فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر من المفيد لكم أيضا أن تعلموا أنه قبل نزول هذه الآية كان الصحابة إذا نام أحدهم بعد فطره لم يحل له الأكل والشرب بعد حتى لو استيقظ قبل الفجر فشق ذلك عليهم فأنزل الله سبحانه هذه الآية رحمة بالمؤمنين ففرحوا بها فرحا شديدا ولكن ماذا عن وجبة السحور هل لها وقت محدد يا عما؟ لا يا بني ليس لها وقت محدد إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على وجبة السحور فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وحثنا أيضا عليه الصلاة والسلام على تأخيرها نعم فقد قال بعض العلماء إن كلمة السحور مأخوذة من وقت السحر وهو آخر الليل حسنا أنا في رمضان هذا لن أفطر إلا بعد صلاة العشاء لأنا لثوابا أكبر لا يا بني فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أظن أنك ستقول إذن سأفطر بعض العصر يا ذكي لا يا بني من أفطر قبل غروب الشمس فقد أفسد صيامه إلا من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صيامه وليس عليه شيء أسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم وجميع شهور العام أمين أمين